قل ما تحل الخلافات حول الجواسيس بين الدول في العلن وحين تطرح علنا فذلك انذار على شلل يصيب السياسة على فرض التسليم بالرواية البريطانية حول اتهام موسكو بمحاولة قتل الجاسوس الروسي فان ذلك قد يبرر تصعيدا بريطانيا روسيا لا تصعيدا كالتي تشهده العلاقات بين روسيا والغرب انها اذا معركة بين منظومتين وليست خلافا استخباريا بين دولتين مسارعة المنظومة الغربية الى معاقبة موسكو من دون ثبوت التهمة عليها تعكس قلقا من دورها المتنامي في العالم وضرورة محاصرته عبر عزلها دبلوماسيا ان لم يكن ممكنا غير ذلك في المدى المنظور الا يمكن اعتبار القرار الغربي ايضا رسالة الى الصين بعد اجراءات عقابية اتخذها ترامب اخيرا ضد الواردات الصينية ربما لعل قرار عزل روسيا دبلوماسيا من اولى مؤشرات تعيين ادارة ترامب متطرفين كجون بولتون ولعله ايضا تهديد غير مباشر لموسكو ومن يدور في فلك رفض الهيمنة الامريكية العلاقات الروسية الاوروبية ليست على ما يرام التشنج الصاروخي المنضبط حتى الان بين روسيا وحلف شمال الاطلسي سبب اخر لهذه الهجمة على موسكو الدول الفاعل لها في ازمات قلب العالم كالازمة السورية يدفع الى محاولة وقف جموحها نحو مزيد من التأثير في لعبة الامم في اوراسيا التي يسميها بريجنسكي رقعة الشترانج يقع مركز الصراعات في العالم من هذه المنطقة تنطلق منظمة شانجهاي للتعاون وهي جزء اساسي من جغرافيا دول منظمة تبريكس انها منظومات صاعدة بات تقول لا لهيمنة امريكا بالتدخل العسكري والتوسع الاقتصادي لا بالشعارات فقط من الطبيعي لواشنطن ومنظومتها الاطلسية ان تسعى لكبحها وتحديدا اذا عدنا الى تصريح جوهري لوزير الخارجية الروسي سيرجيا لفروف عام 2015 خلال اجتماع منظمة بريكس يومها قال ان دول بريكس تظهر النظام الجديد في العلاقات الدولية حيث تنشأ مراكز جديدة للقوة هي رد على عالم تسيطر عليه الولايات المتحدة وعليه يبدو اننا في بداية ازمة عالمية شبيهة بما سبق الحروب الكبرى في التاريخ الحديث اشتركوا في القناة